بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم مشاهدي ومحابي ومتزبعي قناة كليب اكسي زينما كنتم وحيثما وجدتم في هذا الفيديو الجديد الذي سوف نتطرق فيه إلى موضوع مهم ومهم جدا ألا وهو طريقة عمل حجز فندق بجانا من أجل ملف الفيزا زائد هدية 15 يورو لكل مشترك جديد عن طريق الرابط يرح أن نقدمه لكم هذا الموضوع مهم بالنسبة للأشخاص الذين نقومون بعمل طلب اللي فيزا موتشان يعني بالنسبة للنقطة ثانية لها 15 يورو هدية كماركوم تشوفها أو يعني اميل جاني من موقع booking.com الذي سوف نقوم بعمل شرح خاص به ويش رأي مرحبا بكتابة لكيه لكيه بباقر فيه ويش ازالك فيكم باريني لكيه في بقيند الكامب يعني بلغة أخرى مرحبا بكتابة لكيه يجب أن يشترك في هذا الموقع ستحصل على خمستاش يورو كهدية بعد ما يعني يقوم بعمل حج في هذا الموقع. نقوم بالضغط على هذا الرابط اللي رأوا أيضا موجود أسفل الفيديو بين أجل الحصول على الهدية على خمستاش يورو يجب الضغط على الرابط اللي موجود. ويعني كان واحد الأمر الجميل بخصوص هذا الموقع هو أنكم تتحصلوا على هدية يعني بعد عمل خمس حجوزات يعني يعطوكم هدية أنه الحجز الخامس يكون مجاني. يعني في في العالم. وهذا الشيء الرائع اللي خلى هذا الموقع من أنجح الموقع في العالم. كما رأيكم تشوفوا بعد الضغط على الرابط لنا هذا الرسالة. يعني تحصل على هدية تقدر بخمستاش يورو. ونبليه با درمارسي إسلام. إسلام طبعا هو يعني صاحب قناة إذا يعني نضغط على سي بارتي. بهذا الشكل. كما رأكم تشوفوا هاي الهدية تعكم دايما رأي واجده. وزيته براسك ريزرفي كما كنت تشوفوا يعني آآ حقيقية خمستاشا يورو. إذن. أول خطوة يعني الموقع هذية تقدروا تشوفوا بكثير من اللغات العربية الفرنسية الإنجليزية كثير من اللغات. يعني في حنا في هذه الحالة نختار اللغة الإنجليزية لأنه هي اللغة العالمية. ولكن يعني يقول لكم على الملاحظة هو أنه ذا الموقع سهل الاستعمال سواء بأي لغة كانت. هنا تقدروا تخيروا العملة تحكم سواء يورو دولار أو دينال جزائري أو يعني درهم مغربي أو أي عملاء. بعدها يعني تسجيل رح يظهر لكم الحساب هنا يطلقوا يعني باش تدخلوا الحساب بتاعكم. الآن يعني وشاني يا عزاء نذهب للشرح. ورح نشرح لكم الطريقة بالنسبة للأشخاص اللي عندهم بيطاقة فيزا ماستر كارد وبالنسبة للأشخاص اللي معدومش بيطاقة فيزا ماستر كارد رح نشوفوا وشاني ربما الطريقة التي يمكن أن يقومون باستعمالها. أول خطوة قل لك يعني وينكم راحين لستوا قدري لنختار آآ مدينة لنختار مثلا المدينة الاكثر زيارة في اوروبا يعني بعد لندن هي مدينة باريز نقوم باختيار هذا الشكل. رقم واحدة في اوروبا هي مدينة لندن ثم مدينة باريز هي المدينة الاكثر سياحة في اوروبا. يعني وينتنا راحين نختار مثلا ثلاثين افريل الفيثمائة عشر. ونعود يوم واحد مئة الفيثمائة عشر. آآ شخص واحد شخصين ثلاثة اشخاص بدون اطفال غرفة واحدة يعني آآ ممسافر من اجل عمل نقوم بعمل هنا. ثم نقوم بالضغط على انتظر. يعني تحميل الصفحة. يعني كما كم تشوفوا يظهرنا الموقع بهذه الطريقة. طريقة سهلة وسهلة جدا. الآن نظر كيفاش نعمل في هذا الموقع. اول حاجة يعني كما لكم تشوفوا يعني هنا بريكفاست انكلود يعني فتور الصباح انكلود مجانا. في الفندق تحكم هذه النقطة يعني جميلة. هنا فري واي فاي. يعني وي في مجانا. يعني نقول لكم باللي حوالي آآ تسعة وتسعين بالمئة من كل الفناديق او الهوستل الموجودة في اوروبا كلها فيها فري واي فاي. هنا ايروبور كذبنا ذو ميهموناش. آآ. هنا يور باجت. هل كم انت مستعد يعني آآ تدفع لليوم. هل من صفر الى خمسين دولار للليلة. من خمسين الى مئة يورو عفوا وليس دولار للليلة. من مئة يورو الى مئة خمسين يورو للليلة. بالنسبة من صفر للخمسين يورو موش نعيزة هما اغلبهم هاستل. هكذا. هاستل وليس فندق. هاستل يعني تنامون مع اشخاص اخرين في غرفة. وعندكم خزانة بالمجتاح باجت تحطوا فيها يعني آآ الحقيبة التحكمة الى ذلك. الفنادق يبدأوا اللي عندكم غرفة واحدكم يبدأوا استرتاحهم في اوروبا من خمسين يورو الى مئة يورو. احنا مثلا من اجل تجربة نشوف يعني ارخص الفنادق اللي يومها من صفر الى خمسين يورو. او ربما نشوف آآ ايضا من خمسين الى مئة يورو. بهذا الشكل. ثم يعني نزيد نحبط. احنا ندير هذه هذه نقطة مهمة جدا. تصيبوها بلغة الفرنسية وبلغة الالغاء مجاني. هذه نقطة مهمة جدا. لانو كعين Life which يجب ان تقومون بالدفع قبل ما تروحوا يعني تقومون بالدفع يعني ثمن الحجز تحكم كعين فنادق تقومون بالدفع وتقومون بالدفع وايضا عندكم يعني تقومون بإلغاء الحجز التحكم في اي وقت تريدونه لكن بشرط ثمانية وربعين ساعة قبل موعد بداية الحجز الخاص بكم في الفندق وهذا النقطة كما راكم تشوفوا هذه ايضا نقطة مهمة جدا 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 يعني لا تقومون بالدفع قبل الذهاب الى الفندق كترحوا الفندق تقومون بالدفع يعني او ربما ثمانية وربعين ساعة قبل الذهاب الى الفندق هذه نقطة مهمة جدا باللغة الفرنسية حذار يعني ما تقومون يعني يجب ان تقومون بالضغط على هذه وهذه اذا انتم تريدون حقا ذهاب الى هذا الفندق وتقوم وتريدون دفع المال او دفع الحجز في ذك الدقيقة قبل ذهاب الى الفندق طبعا خاصة بالنسبة اللي رام رايحين يعني الانسان لازم يكون واثق من هذا الامور ثم بعد ذلك نزيل نشوف هنا يعني هنا لا حسبتموا ماذا تريدون في الفندق يعني الريزوبشون التي تريدونها احنا نأتي الى الان بعد ما قمنا بعمل يعني سلكت للكريتيريا التي نريدوها نقوم بالضغط على يعني من ارخص فندق موجود في باريس الى اغلى فندق من صفر الى مئة يورو يعني الخاص فندق كما راكم تشوفوا بريك فاست انكلود انجوي هوستل 7.3 يورو للليلة يوجد هذا 34 يورو يوجد هذا الفندق يعني هذا الفندق انتهى الحجز فيه يوجد هذا الفندق 59 يورو هذا الفندق كما راكم تشوفوا الفنادق تلاث نجوم هذا الفندق يعني لا تقومون بالدفع قبل الذهب. يعني احنا في الحالة تانا لست قدير. ربما نشوف هذا الفندق. لانه كما قلت لكم مش نعايزة نعود لكم على عدة النقطة كما لكم تشوفون هنا كين السر هنا. ويعني ليس الفرق بين هو انه تكون عندك غرفة لوحدك يعني غرفة تتشارك انه مع اشخاص اخرين. وطبعا عندك خزانة بمفتاح يعني حتى تقوم بوضع حقيباتك وما الى ذلك. يعني والهوست اللي يكون ارخص ثمان من الاوتل. كما راكم تشوفوا هذا هو الفندق مثلا هذا الفندق الموجود في مدينة باريس تانقاتة تاعو ثمانية فاصل خمسة. وننصحكم ايضا مش نعيزة تقوموا بيعني تقرأوا الخاص بالفندق يعني ربما تتقعون في فندق يعني فاشل او فيه سيرفيس اه ضحيف يعني وليس قوي يعني دايما نشوفوا التانقات التانقات يعني هنا في رأيه تكون اكثر من سبعة يعني فندق اه مليح. الان كيفاش نسجل في الموقع? كما راكم تشوفوا يعني غرفة واحدة. اه? هاوش فيها بالكوني. فيها بالكون. اه شرفة يعني بالمنظر. شرفة. يعني مرحاض اه خصوصي. واي فاي وما الى ذلك. هذه السعر التاحة هو تسعة وشرين يورو كما راكم تشوفوا. احنا نقوم بالضغط على واحد بهذا الشكل. ويعني نتأكد حذاري نتأكد رانا رايحين في يوم الاثنين ثلاثين افريل. ويعني نكملوا الحجز التاعنا في اول ماي يوم ثلاثة الفين وثمينة عشر. نضغط على ونتأكد لهذه النقطة هنا. ويعني هنا راوم يقولوا باللي يعني لن يقومون باخذ المال من بطاقة اه فيزا الخاصة. بي كانوا نضغط على وبيان باللغة الفرنسية او بالعربية احجز. الان ما هي الخطوة الثانية? الخطوة الثانية يظهرنا الشاشة بهذا الشكل او يظهرنا الموقع بهذا الشكل. نقوم بالضغط على هنا هل انت مسافر من نعمل ياس او نو. الاسم مثلا لست ادري. اه من اجل تجربة يعني نقوم بعمل مثلا اجل تجربة مثلا اسلام نقوم بكتبة كليب واكسز. عفوا. اه بديد الالكتروني. اه نقوم بعمل هذا الشكل. ثم قال لك هو يعني انا راني نحجز النفس. ثم اه هناك ما نقوم بشوفوا شينا يا عزاق قال لك يمكنك يعني عمل او حجزك قبل اه اثناش تعليل. يعني هذه النقطة يجب تتأكدوا منها. يعني من المستحزن تقوم بالغاء الطالب قبل هذا التاريخ. ثم نقوم بعد ذلك بالضغط على اه هنا يلا عندكم عندكم طلبات معينة تقوم بكتبتها هنا الناس اللي تخدم في الفندوق ثم نضغط على ثم هنا نقوم باختيار الدولة الخاصة بنا. هنا نقوم باختيار طبعا رقم الهاتف الخاص بنا. هنا كما قدتكم الدولة. هنا رقم الهاتف. الى حبيتوا مثلا تحملوا التطبيق الخاص في من تقوم بالضغط على هذه. هنا النقطة ملاحظة مهمة ايضا جدا. قال لك يعني كي تلحقوا الفندق تقوم بالدفع. او يعني تقوم بالدفع الان. احنا نقوم عندما نصل للفندق. نختار نوع البطاقة فيزا رقم البطاقة ثم وانتهى ثم نقوم بضغط على بعد ذلك يأتينا ايميل مباشرة يعني مع تاع البوكينغ الخاص بنا. ولكن اود نأكد لكم هذه النقطة مهمة جدا مش نعزاء. لازم ما دلوش فندوق ودرتوا بطاقة فيزا ما فيهاش اموال يعني سيقومون برفض الطلب بكم يعني يقومون بالغائه اوتوماتيكيا وما هو سيسبب مشاكل لكم ربما لانه ربما السفراء سوف تقوم بالتحقق من او الحاجز الخاص بكم. واذا شافتوا ملغة يعني هذا رح يسبب لكم مشاكل وربما مشاكل مثل رفض طلب الفيزا الخاص بكم. بالنسبة البطاقة. كثير من الاشخاص ربما في الجزائر ما عندهم اش بطاقة. هناك طريقتين سادتي سادتي. يعني راح ندلكم باذن الله الرحمن الرحيم هذا الاسبوع فيديو خاص. كيف نحصل على بطاقة فيزا حقيقية واصلية زائد فيها بنك اه حساب بنكي. او الطريقة الثانية مش نعزاء. اللي هي تشوفوا احد الاصدقاء الخاصين بكم اللي عندهم بطاقة حقيقية وليس تلك البطاقات الوهمية لانه البطاقات الوهمية سوف يقومون برفض طلب بها. يعني احد العائلة في اوروبا وفي امريكا واي دولة في العالم. وحتى في دولتكم. يعني احد الاصدقاء. اللي عنده راسية اكثر من خمسة يورو. يقوم بعمل الحجز لكم. بهذه الطريقة. يعني ثم بعد ذلك نقوم بعمل وكما قلت لكم ما تجيكم رسالة في البريد الالكتروني. اه اللي هي فيها تقومون بطبعة تلك الورقة. وطبعا تقدموها مع ملف الفيزا الخاص بكم. يعني باختصار هذا هو شرح الموقع بوكينغ دوت كوم. في الاخر مشاهدين اعزاء كنتم في قناتكم لمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليسلكم كل جديد القناة. شكرا لكم مرة اخرى دمتم في رعاية الله وحفظه. و الى اللقاء.